هذا عمل خيري في إطار الزوجات التبلوماسيين البلدان الأسياوية شاركنا في هذا السوق أعتقد هناك توجهين في السوق نهية اقتصادية الخيرية يعني للمعصصات الخيرية أول مرة كما شاركنا في هذا الفعاليات وكما الأمل خيري في التعريف والمعرفة الآخرين للثقافات الأخرى يؤثر كثيراً لتقليل النزاءات أو محول مع حاجات مكبوعة معرفة الناس الآخرين بيزودنا الطريق التعامل معهم وأعتقد هذا المعارض مثل المعارض أخرى ومثل حفلات وهذا الموضوعات وفعاليات يؤثر إن شاء الله لتعيش في المجتمع أفضل من المجتمعنا الحالي نستطيع أن نقول هذا بداية لعلاقات مثلاً أو لتمهيد علاقات ما بين مصر وإيران في المرحلة قادمة؟ هذا طبعاً نؤمن يعني وجوه التعاون والمشاركة والفعاليات السياسية الذي نحتاج للإن شاء الله نعمل خطوات مهمة في المجال للعلاقات بين البلدين حدثت على أن هناك علاقات مهمة بين البلدين ما هي العلاقات التي يفعلنا؟ العلاقات لا ينقاتل بين البلدين الآن هناك تبادل تجاري هناك زيارات هناك تعاون في المجالات السياسية ودولية كل هذا يدل أننا ليس بإمقاننا قد للعلاقات العلاقات السياسية كيف يفعلنا؟ مثلاً المشاركة إيران والتعاون مع مصر بموضوع سوريا طبعاً الموضوع الفعاليات الدولية مثلاً إخلاء المنطقة من السلاء النووي كل هذا يعني الموضوعات مهمة تعاون في إطار المعنزمة التعاون الإسلامي كل هذا يعني فعاليات سياسية والعلاقات في المجالات الدبلوماسية حضرتك تحدثت على أن هناك تكون علاقات في ملف سوريا وملف الملف النووي كيفية إخاندي هيبقى إزاي التعاون ما بين مصر وإيران في ملف النووي وملف سوريا؟ هناك هوارات، هناك زيارات، هناك سفريات هناك نفس الشيء الذي أنا أتكلم معكم هذا كله ضمن الفعاليات السياسية وديبلوماسية ترجمة نانسي قنقر